الاشارة. واضح. وفي هذه الاثناء سيدة عميد الكيان العدو يعلن وفاة اسيرين بغزة. العائلات تطالب المصادقة على السفقة. بايدن يقول اصبحنا قريبين جدا من هذه السفقة وفي ساحة الوغاة المناورات مستمر. خان يونس تول ضربك. يعني كل مرة يكذب علينا وقال وقبلها لقد نظفنا وتسيطرنا على خان يونس. واتضح انا فصائل كاملة وتقاتل فرجع الى خان يونس وتكبد خسائر وستكبد خسائر فتحة لان خان يونس معقد العمران فيها معقد جدا وفيها معناها تشعبات وهي في صالح المقاومة. اذا هو راهو شوف مش قال سماحة لم يقل امام العالم سنوف ندخل رفح وينتهى القتال ونعلن انتصار الساحة. وقال ديدلاين جمعتين قال بعد اسبوعين بشوفها كل شيء. واتهدت عملية رفح ولم يحقق شيء ورجع الى شجاعية ورجع الى خان يونس ورجع الى حي تل الهواء ورجع الى يعني يعني والله انا مستغرب كيفاش الشعب الصهيوني يتقبل كل هذا الكم من من هذا الشكران الكذات ويتركه في الحكم. وهم يرون انه يجري بهم الى الهاوية. وان شاء الله يسوقهم الى الهاوية لانها واضحة العملية اليوم. معناها وقت يشوف نسمع على التقارير من داخل الكيان انه اصبحت الحياة لا تطاق. اصبحت الحياة اليوم وقت استجمام وقت سياحة. لا وجودة لي سائح واحد في الكيان الصهيوني. تم تفهموا هذا رأوا. رأي بلاد مشلولة تماما رأوا ميناء اه ام راش راش معناها سرحوا العمال دخلته في تسعة اشهر سفينة واحدة. يجري تفهموا العملية هذه. انا شوقت في خان يونس لانه البيانة الاخير للجيش العدو يقول مثلا بسبب النشاط الارهيب الكبير واطلاق الاسواريخ باتجاه باتجاه دولة اسرائيل من الجزء الشرقي من المنطقة الانسانية في قطاع غزة. اللي هو جزء اللي قالوا بانه كان تحت السيطرة وهو الجزء اللي امن. قال بناء ان على ذلك اصبح البقاء في هذه المنطقة خطيرا. وتحدث عن عن قيام حماس بتأسيس بنية تحتية ارهبية في المنطقة المحددة بانها المنطقة الانسانية. وقت ايش قامت حماس بمنطقة ارهبية تحتية. تذرع. هم راهوا المشكلة اه 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 قالوها العسكريين ولم يصدقها. مش لا لا انكرها السياسيون. اي. قالوا لهم راهوا البنية التحتية لحماس ما زالت سليمة. اه. وخارج ابو عبيدة وقالها وانا توقع وانا سيخرج. سيخرج خريبا قريبا ليعلن اشياء تثج الصدر والفؤات. شوف العملية بسيطة. الاربع وعشرين كتيبة بعض الخسائر في الارواح. وهذا عادي جدا في القتال. لكنها ما زالت موجودة وتقاتل في انفاقها. وما زالت تتحكم في الميدان. وما زالت تقارع العدوة كل يوم ثلاثين اربعين عسكري صجوني. وانا يخرج تحييدهم القتال. اذا خليه يكذب كما يحب هو. يطيل امد الحرب. ويناور. ويضغط. ويريد ان يوهم الجميع انه يفاوض تحت النار. وهو جعل المقاومة تحت النار. وهذا هو رأ وكذبت. احسن حاجة انه يخرجونه في الصواريخ من المكان اللي هو يقول انه فيه. قال انه مؤمن بي. القنت اربع عشر العبرية دكتورة فعتبيب تقول وتؤكد بان محاولة اغتيال قائل جنيح العسكري حماس محامد اضيف نجحت. وقالت سيتم الاعلان عن ذلك رسميا. اه قريبا. مرة اخرى يحاولوا حتى الاعلام العبري. وحنا نتحدث كثيرا عن المسألة الاعلامية. انهم اه يوظفوا اسم السنوار والضيف لاكتساب الوقت. الامتصاص الغضب. لي اه ممكن بش يجيبوا على طلبات عائلات الاسرة. ايه ما كذبة معني. انها كذبة. قناة ربعتاش. يا اسمع قناة ربعتاش لا قناة تنين يهورو. ما صدق منها حتى حرف. ايه. معاش تسمو. اغزولي فما زوز في اسرائيل. اصلا حتى الاسرائيلين ينكتوا عليهم. يضحكوا عليهم ايه. قناة ربعتاش واسرائيل يهوم. معناها الزوز هيدهم معناها تحب تعرف الحقيقة اقرأ بشكل عكسي. شوف. اضيف معناها استشهد الله يرحم. نحن كلنا معناها شهداء. احياء. لان يغير الفلطينيين. حتى لو. ما سيرش. ما فماش تحكيه ذي. هذا كان بحاجة الى اي نوع من انواع المكاسب بشيزة معها الامريكا. مهاز حد شي. في الاخر هزولهم اربعة آآ آآ معناها آآ مسجين آآ تم آآ تحرير من طرف شكون. من طرف الامريكان اللي دخلوا الى الى غزة انطلاقا من الميناء. الميناء. لا. مصطبا. اي. في عام في عملية استخباراتية كان البعض في معناها في في غزة متورط فيه. مروا على المسأل هذي. احنا اللي همنا اليوم. اي. اللي همنا اليوم. انه اليوم في غزة المعارك على كل جغرافي القطاع. مه. من شمال الى الجنوب. فما حتى منطقة لمؤمنة. ولا منطقة وين نج مؤساين يقولوا انه اليوم نحنا نحن متمركزين ومباش نحررها ولا معناها فاني قاعدين مرسوا فيها في نوع من الانواع السلطة. انتهت هذه الصورة. واليوم المطلوب والذي بدأت اسرائيل تحذر فيه هو الانسحاب التام من القطاع على الاقل على الاقل في منطقة نتساغيم ومعناها منطقة معناها فاني فلادلفين. بي. بالنسبة لناتنياهو في امريكا وانت اتحدث على زيارته لواشنطن. آآ دكتور رفعل تبيب نتنياهو سيلتقي ببايدن. ولا كلمة على كاميلا هاريس او انه يكون فما لقاء ما يكونش حديث كذك على لقاء مع اه ترامب انسحاب بايدن في الوقت هذا بالذات من السباق الانتخابي وتبعاته على زيارة نتنياهو على ام العلاقة بين نتنياهو وقلات على رجوه بماذا سيعود نتنياهو من واشنطن. احنا حكينا باش مشي. لكن عطيني باش بشي روح هو من واشنطن. هاتشي بش عملوه معنى ساندينك اوفيشن كي ما عملوها البيجي الله يرحمه كل عام. ثم معنى فاني معنى هلم يكون لها اي اي نوع من انواع التأثير. سيعبر بعض الكونغرسمان انه انهم يسندوا نتنياهو ودولة اسرائيل والالياء والعودة الناهي لا خيره وكن نقاشي. رغم انه نسبة لا يستهن بها من الديمقراطيين قالوا انه بشي قاطعوا كل ما هو نشاط نتنياهو. لانه لأول مرة في المعنى في على اقل مبدأة الحرب الذية نتنياهو انقلبت الرياح بنسبة لهو كان بش يمشي وصديقه ترامب على قابل قوسيني وقدم بشي ولي رئيس المسألة اصبحت معقدة شوية وكان بشي هديله هذا النوع من انواع القتل ومعناها حفلة الشيواء بالدم واللحم الفلسطيني انتهيت المعركة هذية مشي وسمعها كلام صعيب لقصة درجة في امريكا يجب ايقاف هذه الحرب لن نتركها تقوم بتوسيع المجال وفتح الجبهات لان امريكا غير راغبة ان تتخل في حرب. يجمع نذكركم بحاجة راهو امريكا وحلف الناتو هذية معناها جهاز على مستوى العالم عاش من عام الفين وثلاثة الى يوم الهذية في فترة من الارتخاء التام ولم يفكروا يوما انه بشي تصير حرب من طرف دولة عظمى قادرة انه تشد الحرب اللي مدة معناها سنتين نحكي هنا على روسيا في اوكرانيا راهو تصور انت الاتحاد الاوروبي مخرج ابل دوفر على شنوه شي شري خمسمائة الف قذيفة خمسمائة الف قذيفة تشقدش الروسي ما ينجو من قذيفة في العام عشرة ملايين وهو كذلك شكرا لك دكتور رافع الطبيب شكرا سيد العميد توفيق ديدي نتقابلوا غدا في نفس توقيت من سباحة النصف نهار